بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين السادة المشاهدون السيدات المشاهدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن نحن ولله الحمد ما زلنا في ثنايا شرحنا لمنظومة المفيد في التجويد للإمام أحمد الطيبي وهو من علماء القرن العاشر الهجري توفي سنة 79 وتسعمائة هجرية ومنظومته المفيد في التجويد من المنظومات التي حوت أبحاثا مهمة نحن ولله الحمد شرحنا عددا من هذه الأبيات وهذه الأبواب في هذه المنظومة وقبل أن نتابع كعادتنا نبدأ بخير كلام نبدأ بكلام الله عز وجل بالتلاوة المنهجية لهذه الحلقة وهي من الصفحة الثالث عشر بعد المئة الصفحة مئة وثلاث عشر من مصحف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ومن سورة المائدة الآية الثانية والثلاثين التي أولها قوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل نعم نستعين بالله عز وجل ونقرأ هذه الصفحة وعند قراءة لها أرجو من إخواننا المتابعين والمتابعات الذين يريدون أن يتعلموا كيفية نطق الحروف القرآنية من حيث مكان خروجها ومن حيث هيئة خروجها يعني صفات الحروف أن ينتبهوا إلى نطقي لها حالة تلاوتي لهذه الصفحة مستعينين بالله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم أسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين هذه الصفحة التي قرأناها ما شاء الله يعني من أسهل الصفحات ما فيها أشياء كثيرة تستحق التنبيه الزائد فضلا إلا كلمة مثلا جزاء في الآية 33 إنما جزاء انظروا منكم من كان معهم مصحفا إنما جزاء الذين يحاربون الله جزاء كتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على عادة العرب في الكتابة في ذلك الزمان جيم زاي واو ألف طويلة جزاء على أن الواو هي كما يقولون كرسي للهمزة فقد تكون كتابتها بهذه الطريقة يعني تجعل بعض الناس يستغربون أو يقولون كيف نقف عليها إذا مثلا وقفنا إنما جزاء جزاء كيف نقف نقف كما نقف جزاء هكذا جيم زاي ألف همزة إنما جزاء هكذا ولا يعني لا يضر كون الهمزة مكتوبة على واو وبعد الواوي ألف زائدة في الخط غير منطوقة لذلك علماؤنا وضعوا فوقها الصفر المستدير الذي يدل على زيادة الحرف وصلا ووقفا هذه هي الكلمة تقريبا الوحيدة التي يعني أرى أنها بحاجة إلى تنبيه والباقي سهل ما شاء الله يعني ما في كلمات صعبة تستحق أن نقف عندها طويلا هذا بالنسبة للصفحة المنهجية وإن شاء الله في آخر القسم الأخير من البرنامج سنفتح باب الاتصال لمشاركات من أحب منكم أن يتصل فيسمعنا تلاوته أو عنده سؤال أو استفسار في علم التجويد فأهلا وسهلا بكم في ذلك القسم وأما الآن فنتابع شرحنا لمنظومة المفيد من حيث وقفنا كنا ولله الحمد في آخر حلقة قد أنهينا الكلام على باب من أبواب المنظومة اسمه باب التنوين التنوين تكلم فيه الطيبي رحمه الله عن التنوين في لغة العرب سواء كان تنوين رفع أو نصب أو جر وبحالاته كلها وكيف يوقف على ذلك وكيف يوصل وهل كتبت تنوين نونا في القرآن وهل كتبت نونا على هيئة التنوين استوعب الموضوع كله وشرحنا ذلك باستفاضة في الحلقة الماضية والتي قبلها اليوم نبدأ ونشرع بباب الهمزات في هذا الباب سيتكلم الإمام الطيبي عن أنواع الهمزات في لغة العرب الهمزة أيها الإخوة حرف من حروف اللغة العربية الهمزة حرف من حروف اللغة العربية وهي ما نراه في أول حروف الهجاء لما نقول ألف با تا ثا جيم حا هذه التي في الأول ألف يقول يقال عنها ألف مجازا وإنما هي الهمزة كما ذكر ذلك الطيبي نفسه في أبيات الأولى من منظومته لما قال وعدة الحروف للهجاء تسع وعشرون بلم ترأي أولها الهمزة أولها الهمزة لكن صورت بألف مجازا عفوا أولها الهمزة لكن سميت بألف مجازا إذ قد صورت بها في الابتداء إذن إذا قالوا في تعداد الحروف ألف فإنما يعنون في الأول يعنون الهمزة همزة با تا سا جيم إلى آخر أما الألف المنطوقة في نحو قال ومال وعاد هذه الألف هي في آخر حروف الهجاء لما نقول قاف كاف لام ميم نون ها واو لام ألف يا لام ألف هذه هي الألف وقد شرحنا ذلك باستفادة في الماضي إذن نعود فنقول الهمزة حرف من حروف العربية أ هذا همزة مفتوحة أ هذه همزة مضمومة إ هذه همزة مكسورة مثلا لا يأ بأ هذه كلها همزات ساكنات سبقها حرف متحرك لأن العرب لا تبدأ بحرف ساكن فإن كانت الهمزة متحركة فهي مفتقرة إلى حرف قبلها كقولنا مثلا يؤمنون يؤمنون أو يأتي أو بئسا فهذه الهمزة سواء كانت متحركة أو ساكنة الهمزة في لغة العرب أيها الإخوة نوعا همزة اسمها همزة القطع همزة القطع همزة القطع تثبت في بدء الكلام لما يتكلم المتكلم في الحرف الأول إن كانت الهمزة تثبت وقد تكون مثل مثلا أن أو إن أو أمر أو أتى أتى أمر الله فلا تستعجلوا أتى أو قد تكون في وسط الكلمة مثل يأتون سأل سئل سؤال وقد تكون في آخر الكلمة مثل إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الْرِيحِ جَلَّ جَلَالُهُ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الْرِيحِ فإذا قد تكون الهمزة في أول الكلمة أو وسطها أو آخر هذه الهمزة همزة التي تكون منطوقة دائما في البدء والوسط والختام يسميها علماء اللغة همزة القطعي وهي تثبت في كل أحوال الكلمة وتثبت مهما كانت حركتها بخلاف همزة تسمى همزة الوصلي همزة الوصلي سميت بهذا الاسم لأنها تكون في ابتداء الكلام فقط في ابتداء الكلام فقط فإن كانت الكلمة في درج الكلام يعني الهمزة قبلها ولو حرف واحد فإن تلك الهمزة تسقط لماذا لأن هذه الهمزة همزة الوصلي أتي بها للتمكن من البدء بالساكن مثلا لما نقول مثلا أدعو إلى سبيل ربك أدعو إلى أدعو فهذه همزة او أدعو لكن إذا قلنا فلذلك فدعو واستخم كما أميت فلذلك فدعو لا نقول فلذلك فأدعو بل نقول فدعو فد من الفا إلى الدال مباشرة أين الهمزة سقطت لأنها ليست في بدء الكلام هذه الهمزة التي تجتلب للتمكن من البدء بالساكن اسمها همزة الوصلي وسماها الخليل بن أحمد رحمه الله سلم اللسان سلم لأن السلم كما نعلم السلم الذي يوضع يتوصل بالصعود عليه من طبق إلى طبق فكما أن السلم يوصلنا من طبق في بناء إلى طبق أعلى كذلك هذه الهمزة توصل بها للبدء بالساكن أو كانت سلما للنطق بالساكن هذه الهمزة همزة الوصل سيأتي الكلام عليها وقد تكون هذه الهمزة في لغة العرب في الأسماء وقد تكون في حرف واحد في الحروف في حرف واحد وهو لام التعريب وقد تكون في الأفعال ما قلته عن الهمزة القطع وهمزة الوصل قبل أن نفرع نراه على اللوحات التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين قول الطيبي رحمه الله تعالى في هذا الموضوع قال رحمه الله تعالى وهمزة تثبت في الحالين همزة قطع نحو أبيضين لما نقول أبيضين طبعا لما قال الطيبي أبيضين لم يأتي بكلمة من القرآن كلمة أبيضين ليست من القرآن لم يتيسر له كلمة قرآنية إذن في هذا البيت يقول الطيبي رحمه الله وهمزة طبعا البيت هو الثاني والثمانين من المنظومة وهمزة تثبت في الحالين ما هم الحالان أيها الإخوة البدء والوصل الحالان هم الحال الأول هو البدء والحال الثاني ووصل الكلام وهمزة تثبت في الحالين همزة قطعين يعني هي همزة قطعين نحو طبعا نحو للتمثيل أبيضين هلأ كلمة أبيضين لو وضعنا قبلها واو ماذا نقول وأبيضين مثلا رأيت جوادين أسودين وأبيضين لا نقول وبيضين لو قلنا وبيضين وسقطت الهمزة لكانت همزة وصل إذن هذه همزة قطع وهمزة تثبت في الحالين يعني في البدء والوصل همزة قطع يعني هي همزة قطع نحو أبيضين ثم قال رحمه الله في البيت نرى أيضا على اللوحة التفسير الذي قلته همزة القطع هي الهمزة التي تنطق في بدء الكلام ووصله ووقفه إذن في بدء الكلام ووصله ووقفه نعم كالأنسلة التي ترونها على الشاشة أتى فأراد يؤمنون أتى الهمزة في أول الكلمة ومفتوحة فأراد همزة مفتوحة وفي وسط الكلمة لأنها سبقت بحرف وهو الفاء فصارت في درج الكلام يؤمنون أيضا همزة يؤمنون في وسط الكلمة وهي ساكينة يشاء يشاء هي في آخر الكلمة وهي مضمومة إذن مهما كان وضع الهمزة في الكلمة تنطق إذن هذا دلالة على أنها همزة قطع ننتقل إلى اللوحة التي بعدها وهمزة تثبت في البدء فقط همزة وصل نحو قولك النمط النمط أيضا النمط لم يتهي لنظم رحمه الله كلمة من القرآن فقال كلمة النمط والنمط ليست كلمة من القرآن لكن لو قلنا النمط فهل ننطق همزة نعم النمط لو وضعنا قبلها حرفا كالواوي مثلا فقلنا وننمط ونن انظروا وننمط انتقلنا من الواو إلى النون المشددة أين الهمزة سقطت لأنها في درج الكلام نرى على اللوحة همزة الوصل هي همزة يؤتى بها للتمكن من البدء بالساكن تثبت في بدء الكلام وتسقط في وصله نحو ميثاق الذين انظروا ميثاق الذين الهمزة ساقطة ميثاق الذين لم ننطق همزة لكن لو وقفنا على كلمة ميثاق ميثاق وبدأنا بما بعدها بدءا اختباريا نقول الذين فننطق الهمزة المثال الثاني الذين يذكرون نطقنا همزة الذين بينما ميثاق الذين لم ننطقها لأنها في درج الكلام الذين يذكرون نطقناها لأنها في أول الكلام وهدنا المثال الذي بعده وهدنا إلى سواء الصراط و أين الهمزة لم نقل اهدنا كالمثال الذي بعده المثال الذي بعده اهدنا كما نقول في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم فننطق الهمزة لأنها في بدء الكلام بينما وهدنا سقطت الهمزة لأنها سبقت و لو بحرف واحد فصارت في درج الكلام سنتابع الكلام قليلا عن ذلك و لكن بعد الفاصل فحياكم الله حياكم الله أيها الإخوة و أهلا و سهلا بكم بعد هذا الفاصل عندنا كنا نتكلم قبل الفاصل على همزة الوصل و القطع و بينا تعريف كل منهما و أن همزة القطع تقع في بدء الكلام و في درجه و أي في وصله بينما همزة الوصل تثبت فقط في بدء الكلام و تسقط في درج الكلام و أنها أتي بها للتمكن من البدء بالساكن فقط همزة الوصل قد تقع في اسم من الأسماء مثل إبن إبن إسم كلمة إبن إسم ليست فعلا و ليست حرفا مثل كلمة استكبارا في الأرض يومكرا السيئ استكبارا إبن إمرأة إمرأة قالت امرأة العزيزي الآن حصحصح الحق قالت لو وقفنا على قالت و بدأنا من قول امرأة اي بهمزة مكسورة إذن همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما من هنا قال الطيبي تكسر في البدء من الأسماء قال عن همزة الوصل تكسر في البدء من الأسماء نعم بينما لو كانت في لام التعريف لام التعريف مثل الأرض المسجد الكتاب العالمين كل هذه الكلمات أولها لام التعريف ولام التعريف ساكنة فالعرب تجلب لهمزة الوسط من لام التعريف تجلب للام التعريف الساكنة همزة وصل في أولها فيقولون الكتاب بهمزة مفتوحة المسجد العالمين الذين وهكذا في كل الكلمات التي أولها إذن إن كانت الكلمة مبدوئة بلام التعريف فإن همزة الوسط فيها مفتوحة نقول الذين مثلا الذين كذا كذا مثلا الذين اتخذوا مسجدا ضرارا على قراءة من قرأ الذين مثلا العالمين الكتاب وهكذا نقيس عليها كل الكلمات التي أولها لام التعريف إذن نعود فنقول إن كانت همزة الوصل في الأسماء فهي مكسورة ابن اثنين اثنتين امرأة اسم استكبارا استغفار كل هذا يدل على تكون للأسماء همزة الوصل فيها مكسورة نرى على اللوحة تكسر في البدء من الأسماء وهي من التفتح كالأنباء نرى الشرح تكون همزة الوصل في الأسماء مكسورة دائما نحو استكبارا استغفار ابن مريم اسمه المسيح امرأة كل هذه التي نراها أمامنا على الشاشة أسماء أولها همزة الوصل ودائما كنا ننطقها مكسورة كما قال الطيبي في البيت الرابع والثمانين ولونت الشطرة الأولى باللون الأحمر لبيان أنها هي المشروحة هنا تكسر أي همزة الوصل في البدء من الأسماء إذا فقط في البدء بينما مثلا لو وصلنا استكبارا بما قبلها نقول وأصروا واستكبروا استكبارا واستكبروس لا ننطق الهمزة لكن لو قلنا وأصروا واستكبروا وبدأنا بدأ اختباري نقول استكبارا أو مثلا قوله تعالى استكبارا في الأرض ومكر السيء هذا ما يتعلق بهمزة الوصل في الأسماء بينما في لام التعريف نرى على اللوحة التالية وهي من التفتح كالأنباء أيضا نعم تدخل همزة الوصل على حرف واحد هو لام التعريف وتكون مفتوحة دائما نحو الأرض الكتاب الله طبعا الله على القول بأن أصلها الإله قد يقول قائل الهمزة في الأل في أول كلمة الله ليست لام التعريف بالنسبة لاشتقاق لفظ الجلالة قيل إن أصله الإله الإله ومع مرور الزمن الناس صارت تقول أسقطوا الهمزة فسيقولون الله الله بدأ ما يقولوا الإله الله وفخموه تعظيما للمسمى جل جلاله وعزنا وأله الله فإذن دائما همزة الوصل في الأسماء همزة الوصل في لام التعريف مفتوحة كما نرى وهي من التفتح كالأنباء إذن هذا بالنسبة للأسماء وبالنسبة للحروف في حرف واحد وهو لام التعريف ما الوضع بالنسبة للأفعال همزة الوصل في الأفعال أخلي الصورة عليها الله يطول عمرك همزة الوصل في الأفعال حركتها متعلقة بحركة الحرف الثالث من الفعل قد يكون الحرف الثالث من الفعل مكسورا فتكسر همزة الوصل من الفعل قد يكون الحرف مثل نجيب مثال مثلا امشي 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 مثلا امشي الحرف الثالث مكسور الشي امشي فنبدأ بهمزة مكسورة فنقول امشي قد يكون الحرف الثالث مفتوح مثلا اذهب اذهب الحرف الثالث هو الها مفتوح هنا ايضا نكسر اذا همزة الوصل في الأفعال مكسورة ان كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا او كان الحرف الثالث من الفعل مفتوحا او كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما عارضا ضما غير اصلي ضما عارضا او ضما عبارة اخرى نقول ضما غير اصلي يعني من جيب مثال مثلا ثم قضوا الي ولا تنظرون قال تعالى ثم قضوا الي ولا تنظرون لو وقفنا على ثم ثم واردنا ان نبدأ باقضوا اقضوا الحرف الثالث ضاد والضاد مضمومة فقد يظن ظان بان طالما الحرف الثالث مضموم نضم لا هذه اصلها بالمفرد اقضي نحن نأمر من قضى يقضي وانت ايها المخاطب المفرد نقول اقضي اقضي الحرف الثالث مكسور لكن لما دخلت واو الجماعة ضمت الضاد مجانسة لواو الجماعة فقال اقضوا فتبقى الهمزة مكسورة اقضوا اذا اعيد همزة الوسط في الافعال مكسورة ان كان الحرف الثالث من الفعل مكسور مكسورة ان كان الحرف الثالث من الفعل مفتوح مكسورة حركة همزة الوسط ان كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما عارضا أما إن كان مضموما ضما أصليا فإنها تضم إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموم ضم أصلي فنحو مثلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أدعو العين مضمومة فنبدأ وضم أصلي فنبدأ بهمزة مضمومة فنقول أدعو إلى سبيل ربك هذا الذي قلته شرحه الطبي ورحمه الله بقوله وكسرت في الفعل أي همزة الوصل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم إن كان الحرف الثالث من الفعل مضموما ضما لازما تضم مثل أدعو أما غير ذلك بأن يكون الحرف الثالث مكسورا أو مفتوحا أو مضموما ضما عارضا فإنها تكسر ما قلته سنرى على اللوحات التعليمية لهذه الأبيات والتي تبين شرح هذا البيت من كلامي الطيبي رحمه الله قال الطيبي في البيت الخامس والثمانين وكسرت في الفعل أي كسرت أي همزة الوصل في الفعل إلا أن يضم ثالثه ضما لزوما فتضم أيضا نرى نعم تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إن كان الحرف الثالث منه أولا مكسورا نحو إصبير انظروا الحرف الثالث وهو الباء مكسور فكسرنا الهمزة عند البدء إصبير نعم إكشيف ربناك شيف لو بدأنا نقول إكشيف الشين مكسورة لذلك كسرنا همزة الوصل عند البدء الحالة الثانية أن يكون الحرف الثالث مفتوح نحو إستغفير فهنا الحرف الثالث هو التا إستا فالحرف الثالث مفتوح لذلك نكسر همزة الوصل فنقول إستغفير نعم وهكذا إتاقوا الكلمة التي بعدها الفعل الذي بعده إتا الحرف الثالث هو التا الثانية من التا المشددة مفتوحة لذلك بدأنا بهمزة مكسورة فنقول إتاقوا إذن هذه الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية الحالة الثالثة أن يكون الحرف الثالث مضموما ضما عارضا يعني الضم ليست أصلية وإنما ضم الحرف لمجانسة واو الجماعة بعده انظروا إلى الأفعال التي أمامنا على اللوحة إي بي نو انظروا أنا أقول إي إي بي نو مع أن النون مضموما لكن ضمة النون ليست أصلية ضم عارضا ولو كانت أصلية لقلنا أبينو ولكنها ليست أصلية كيف نأمر من البناء للمفرد إذا أردت أن آمر شخصا بالبناء وهو مفرد ماذا أقول له أقول له ابني ابني يا فلان كما قال فرعون لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب امشوا أيضا امشوا لاحظوا الشيء مضمومة ومع ذلك عند البدي أقول امشوا بهمزة مكسورة لأننا نأمر المفرد فنقول امشي يا فلان ائتوا ائتوا أيضا التاء هنا مضمومة ولكن ضم عارض لأنني آمر المفرد فأقول ائتوا 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 يا فلان فلذلك ضمت التاء لمجانستي واو الجماعة ولكن هذا الفعل عند البدء به نبدأ به ائتوا ائتوا ولا نبدأ به ائتوا لأمر سيأتي معنا بعد إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة اقضوا أيضا ثم اقضوا إلي ولا تنظروا شرحته منذ قليل وقلت بأننا نأمر من المفرد فنقول اقضي يا فلان اقضي فضمت الضاد في اقضوا لمجانستي واو الجماعة بعدها والفعل الأخير ائتوني مثل ائتوا أصله ائتوني المفرد نأمر منه فنقول ائت يا فلان ثم نبدل فنقول ائت يا فلان وهذا أيضا نقول ائتوني ثم نبدل الهمزة الساكنة الساكنة فنقول ائتوني اذا هذه الخمسة سأعيد قراءتها ابن امش ائت اقض ائتوني هكذا يبدأ بهذه الأفعال الخمسة اذا ما ترونه أمامكم هي الحالات الثلاث التي تكسر فيها همزة الوصل في الأفعال نعيد قراءة البيت وكسرت في الفعل اي همزة الوصل كسرت في الفعل كمان رأينا الا ان يضم ثالثه ضما لزوما فتضم ناخذ اللوحة التي بعدها ايضا نعم تضم همزة الوصل عند البدء بالفعل ان كان الحرف الثالث منه مضموما ضما لازما ضما لازما يعني ضم اصلي نحو اركض برجلك اركض لاحظوا الكاف مضموما وضمها اصلي لذلك نبدأ بهمزة مضموما فنقول اركض ادعو الى سبيل ربك ايضا الثالث مضموم وهو العين اجتسة من فوق الارض اجتو التاء مضموما لذلك نبدأ بهمزة مضموما انظر الظا ايضا مضموما لذلك نبدأ بهمزة مضموما فنقول انظر بهذا نكون قد لخصنا حالات همزة الوصل عرفنا همزة القطع عرفنا همزة الوصل بينا حركة همزة الوصل ان كانت في اسم فهي مكسورة دائما في الحروف في حرف واحد لا غير وهو لامة تعريف تكون مفتوحة المسجد الكتاب العالمين الرجل الذين وفي الافعال تكون مكسورة ان كان الثالث مكسورا من كان الحرف الثالث من الفعل مكسورا او مفتوحا او مضموما ضما عارضا اما ان كان مضموما ضما اصلا اي الحرف الثالث فتضم همزة الوصل كما رأينا على الامثلة بقيت اشياء تتعلق بالهمزات سنتابعها ان شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ومن كان منكم عنده الان سؤال او يحب ان يسمعنا تلاوته من الصفحة التي معنا التي قرأناها فيمكن ان يتصل فاهلا وسهلا بمن احب ان يتصل او يسأل عندنا اتصال من احد اذا الى ان يأتي اتصال او سؤال نأخذ بعض الاميلات التي اعتذر ان كثيرا من اصحابها لاننا قصرنا معهم قليلا في العرض اخونا محمد قادر يقول عندي سؤال حول نطق حرف الغين حالة كونه ساكن وما قبله مكسور نحو ربنا افرغ علينا افرغ علينا افرغ الغين ساكن وقبله مكسور استمعت الى عدد من القراء مثل فلان وفلان يلفظونها رقيقة جدا وكأنها نعم ولا تفخيم لها لكن بعض لكن بعضهم مثل فلان فلان ومنهم هذا العبد طبعا يلفظونها مفخمة ولكن في اقل الدرجة من التفخيم فأي ذلك صحيح جزاكم الله خيرا اخي الكريم مراتب التفخيم لحروف الاستعلاء اول ما نتكلم فيها فيما نعلم فيما رأيناه من مصنفات الائمة ابو الاصبغ عبدالعزيز ابن علي السماتي ابو الاصبغ عبدالعزيز ابن علي السماتي الاشبيدي المعروف بابن الطحان هذا من علماء القرن السادس الهجري توفي سنة خمسمائة وواحد وستين يعني قبل الشاطبي بتسعة وعشرين سنة الامام الابو الاصبغ هذا ذكر قال افهم ما يكون الحرف ان كان مفتوحا اقل بقليل ان كان مضموما اقل بقليل ان كان مكسورا لم يتكلم عن الساكن سأتابع في هذا الموضوع بعد الفاصل فحياكم الله حياكم الله ايها الاخوة قبل الفاصل كنا نتكلم عن مراتب التفخيم لحرف الاستعلاء وان اول نص جاءنا فيما نعلم هو نص ابو الاصبغ السماتي الاشبيدي رحمه الله من علماء الاندلس توفي خمسمائة وواحد وستين قال افهم ما يكون الحرف ان كان مفتوحا اقل بقليل ان كان مضموما اقل بقليل ان كان مكسورا ولم يتكلم عن الساكن نقل هذا الكلام عنه الامام ابن الجزري رحمه الله في كتابه التمهيد في علم التجويد جاء الامام المتولي رحمه الله شيخنا في السند ومن كبار علماء المتأخرين محمد بن احمد المتولي توفي سنة 1313 هجرية قال عن الحرف الساكن انه يتبع حركة ما قبله يتبع حركة ما قبله هذا يعني لا يعني مع احترامنا الشديد للامام المتولي يعني قد ينطبق على بعض الكلمات ولكن لا ينطبق على اخرى مثلا كما تفضل اخونا في بعض المشايخ يقولون لا تزيغ لا تزيغ قلونا زيغ فيعاملون الغين الساكن المسبوقة بكسرة معاملة غي وهذا ما قاله الامام محمد بن احمد المتولي طلب من القارئ ان يفعل ذلك لكن انا اسأل هل يستطيع ان يفعل ذلك في قوله تعالى اقرأ باسم ربك شقوتنا ربنا غلبت علينا شقوتنا هل يستطيع ان يعامل هذه القاف شق بان يقول يعمل معاملة قيلة مثلا واذا قيلة ما احد يفعل هذا حتى المتولي نفسه رحمه الله ما يفعل هذا ونحن الساندون ترجعوا اليه ما يقول احد اقرأ باسم ربك ولا يقول احد شيقوة ما احد اذا لان ساغ هذا الامر في نحوي لا تزيغ قلوبنا بعد اذ هديتنا لا يسوغ في كلمات اخرى نحو شيقوتنا نحو اقرأ وغيرها كثير في كتاب الله لذلك الامام الجزري رحمه الله وهو طبعا شيخ المشايخ كله اخذ كلام ابو الاصبغ وقال افهم ما يكون الحرف ان كان مفتوحا افهم ما يكون بعده الف اقل بقليل مفتوح ليس بعده الف اقل بقليل المضموم اقل بقليل الساكن اقل للكل المكسور فجعل للساكن مرتبة برأسها هي تحت المضموم وفوق المكسور ولم يقل تابع يتبع ما قبله قوله يعني كلام يتبع ما قبله من اجتهاد المتولي ولكنه كما ذكرت لكم لئن أسعفته الأمثلة في بعض الكلمات لا تسعفه في أمثلتين أخرى فلذلك الأولى للقارئ أن يمشي على كلام ابن الجزري وهذا ما نفعل نحن نمشي على كلام الإمام ابن الجزري بأن مراتب التفخيم خمسة والساكن له مرتبة برأسها هي المرتبة الرابعة أنا أعتذر من الأخت كوثر من تونس طولنا عليها تفضلي أخت كوثر السلام عليكم ورحمة الله سيد الله يحييك الصفحة لو سمحت الصفحة مية وثلاثة عشر مية وثلاثة عشر واحد واحد ثلاثة طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لأنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل فكأنما قتل الناس جنيعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جنيعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسكرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا يا أخت كوثر نعم لما تخفي النون عند الفاء لا تضغطي بأسنانك العليا على باطن الشفى السفلة ذلك لهم خزي في في لما تصل إلى الفاء اضغطي لكن قبل الفاء لا تضغطي وإلا الصوت سيختل هكذا أقولي ذلك لهم خزي نضع الأسنان لكن بدون ضغط تفضلي عيد سيدي يوحام ذلك لهم خزي ما زال خزي خفيف خفيف كثيرا لما تقولي في هنا الضغط طيب ذلك ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ممتاز هذا المطلوب اللي فعلتيه الآن هو المطلوب بارك الله فيك كان ودي اسمع أكثر لك معنا أخونا محمد من السعودية السلام عليكم محمد من السعودية تفضل يا أخي الكريم السلام عليكم وعليكم السلام حبيبي ارفع صوتك أريد أن أقرأ من سورة النمس لا تقرأ من الصفحة التي معنا يا بني اقرأ من الصفحة 113 من مصحف الذي مجمع ملك فهد افتح صفحة 113 من أجل ذلك كتبنا تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك ستبنى على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فسأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فسأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات دم إن كثيرا منهم بعد ذلك بارك الله فيك يا محمد ما شاء الله كم سنك كم عمرك عشر سنوات عشر سنوات ما شاء الله بالنسبة لسنك تلاوتك جيدة وإن شاء الله تعالى يعني شيئا فشيئا تصير قراءتك أسرع ونفسك يصير أطول لكن بالنسبة لسنك وأنك تقرأ في سورة المائدة ممتاز بارك الله فيك أخي محمد وزادك الله توفيقا واجعلك من أهل القرآن إن شاء الله معنا الأخت أم أحمد من ليبيا والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا عندي تلاوة وعندي سؤال يا شيخ اتفضلي بالتلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون لا تخلق للراء من الأرض يا بنتي في الأرض أمسكي طرف اللسان لا تتركيه يهتز ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون ما زلت تقولي الأرض في الأرض أرى هذه خلق لها في الأرض أرض ثم إن كثيرا منهم في الأرض لمسرفون بعد ذلك يا بنتي بعد ذلك مرة ثانية بعد ذلك في الأرض لمسرفون أي تمام تحسنت ما شاء الله السؤالك يا أم أحمد طبعا عندنا نحنا في رواية قالون الهمزة المسهلة نعم فنبي يعني الهمزة المسهلة نبي لما ننطق لأرض الأولى بعد هالهمزة المسهلة بعد حرف الأخر صحيح الصاصل اللي بين الهمزة والحرف صحيح بعد الهمزة المسهلة صحيح فإيش يكون وكيف يكون الهمزة المسهلة مثل الهمزة المحققة من نفس المخرج لكن الوتران الصوتيان يكون بينهما تباعد بسيط يتسرب الصوت من بين الوترين يتسرب صوت الهمزة من بين انظري لما نقول مثلا سواء عليهم أنذرتهم أنظري الهمزة الأولى هذه محققة أنظري إلى الثانية أنذرتهم لو حققنا نقول آآ أنذرتهم كما يفعل هشام عن ابن عامر آآ أنذرتهم يدخل ألفا بين الهمزتين ويحقق الثانية لو سهلنا من غير إدخال آآ أنذرتهم كأحد أوجه ورش آآ أنذرتهم بينما قالون يدخل ألفا بين الهمزتين ويسهل الثانية كما تلفظت لك أقوليها مرة أمامي آآ أنذرتهم آآ اسمعي جيدا آآ أنذرتهم سواء عليهم آآ أنذرتهم أيها هذه آآ أنذرتهم نفس المكان لكن بدل ما يكون الوتران الصوتيان ملتصقان تمام الالتصاق ويبتعدان يبقى بينهما تباعد بسيط يتسرب منه الصوت هذا معنى مسهلة يعني فيها نوع من السهولة كلمة همزة مسهلة يعني فيها نوع من السهولة شكرا لك أختي أم أحمد وأحب أن ننبه أن أختنا أم أحمد وقفت على قوله تعالى من أجل ذلك ثم كتبنا على بني إسرائيل هذا الوقف موجود في بعض ذلك تابعة للآية التي في الصفحة قبلها المتعلقة بولدي آدم لما قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغرابي فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك يعني من أجل ذلك يعني ندم ندم قابيل انتبهنا كيف فمن يقف كما وقفت الأخت يجعل عبارة من أجل ذلك تابعة للآية المنطضية من لا يفعل ذلك كما فعلنا نحن يجعل فأصبح من النادمين انتهت الآية بدأت آية جديدة من أجل ذلك يعني من أجل هذه القصة من أجل ما من أجل ما جرى بين قابيل وهبيل قال الله عز وجل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من أجل القصة ليس من أجل حمله لأخيه نعم بتلاوة أختنا أم أحمد من ليبيا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج الإتقان لتلاوة القرآن على أمل لقاء بكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته